موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 4 لسن 4 اليونت الرابع الدرس الرابع لتس بلاي فلنلعب موجودة بصفحة 57 من كتاب الطالب بصفحة 55 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمان أستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديو على دورة الخامس الابتدائي بصفحة 57 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة لتس بلاي فلنلعب play the game إلعب اللعبة game rules قوانين اللعبة طبعا هذا الدرس مسوي عبارة عن نشاط على شكل لعبة قوانين اللعبة هي كل تالي you need to use the number circle at the back of your activity book تحتاج إلى أن تستخدم دائرة الأرقام اللي موجودة بنهاية كتاب النشاط دائرة الأرقام اللي هي عبارة على شكل دائرة مقسميها إلى أرقام يفرد دائرة التلميذ ويوقف على الرقم اللي يوقع عليه close your eyes and point to the number أغمض عينك وأشر على الرقم complete your task أكمل المهمة اللي مطلوبة من عندك حسب الرقم اللي منطيك يا correctly بشكل صحيح and write your name next to the face وكتب اسمك بجانب الرسوم التعبيرية اللي موجودة بأسهل هذا التمرين the winner is the person who collect the most faces الفائز هو الشخص اللي يجمع أكثر الوجوه التعبيرية شون يعني؟ يعني هنا بأسفل التمرين منطيني مجموعة من الأسئلة التلميذ يغمض عينه ويختار رقم حسب هاي الدائرة اللي موجودة بنهاية كتاب النشاط والرقم اللي يطلع له يروح يحل السؤال المتعلق به إذا حله بشكل صحيح يكتب اسمه بجانب هذا الفيس اللي هو الرسم التعبيري الوجه التعبيري وإذا ما حله فهو خاسر نقطة التلميذ الآخر كذلك يختار رقم ويحل السؤال المتعلق به إلى آخره والفائز هو التلميذ اللي يجمع أكثر على من النقاط احنا اللي همنا مو اللعبة وإنما الأسئلة المتعلقة بهاي اللعبة هاي الأسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري وحتى بالامتحان الشفوي بالامتحان التحريري من الممكن نجيب لي أحد الجمل ويخيرني بين اختيارات أما بسؤال القواعد أو بسؤال المفردات كل نقطة تجيني بسؤال معين كذلك مهمة بالامتحان الشفوي من ممكن أن نستاذي سنياها قبل امتحان نصف سنة بالامتحان الشفوي بعد امتحان الإصغاء يسني مثلا يقول له He is from Italy أنه من إيطاليا What is his nationality? ما هي جنسيته فالتلميذ لازم يعرف أن الناشنالتي ما لإيطالي الجنسية الخاصة بإيطاليا هي Italian إلى آخره هذا ما يخص هاي الأسئلة أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك بالامتحان الشفوي نجي نحلل الأسئلة المتعلقة بها الحل رح يكون هنانا نحاول نكتب الحل بالدفتر على ما نقدر نراجعه قبل الامتحان الشفوي المتعلق بامتحان نصف سنة number one He is from Italy أنه من إيطاليا What is his nationality? ما هي جنسيته أحنا نعرف أن الناشنالتي ما لإيطالي هي Italian أكتب Italian number two ثانيا Make a sentence using sometimes أعمل جملة باستخدام ظرف التكرار sometimes كمولة جملة مفيدة فمثلا أحنا نعرف أنه sometimes اللي هي ظرف التكرار يكون موقعها بعد الفاعل فمثلا الفاعل يكون عاني أقول I sometimes أنا بعض الأحيان وأكمل الجملة مثلا play football help at home play tennis إلى آخره المهم أنه خلي sometimes بعد الفاعل فمثلا أقول I sometimes play tennis أنا في بعض الأحيان ألعب التنس number three ثالثا Say a sport that you play قل اسم رياضة تلعبها أنت أي رياضة تلعبها ممكن تقولها مثلا أقول football أنا أحب لعب كرة القدم number four رابعا ask your friend a question اسأل زميلك سؤال using how often باستخدام ذات السؤال how often إحنا عرفنا شون نكون السؤال باستخدام how often how often زالدا do you how often do you مثلا play football كم مرة تلعب كرة القدم how often do you help at home كم مرة تساعد في البيت إلى آخره فمثلا أقول how often do you play football كم مرة أو كم بالعادة تلعب كرة القدم number five خامسا correct the sentence صحح الجملة التالية I clean always my teeth in the morning and at night أنا أنظف دائما أسناني في الصباح والليل هنا أنا يقول لك correct the sentence صحح هذه الجملة الجملة بها خطأ لازم اكتشفها وصححها إحنا عرفنا أن الظروف التكرار يكون موقعها بعد الفاعل وليس بعد الفعل لذلك الخطأ بالجملة هو موقع ظرف التكرار always فالشيء always يخلي بعد الآي I always clean my teeth in the morning and at night أنا دائما أنظف أسناني في الصباح وفي الليل number six make a sentence using always أعمل جملة أو أصنع جملة جملة مفيدة باستخدام ظرف التكرار always كذلك هنا أنا مخير آني أن أستخدم ظرف التكرار بأي فعالية أو نشاط مثلا نقول I always go shopping on Friday أنا دائما أذهب لأتسوق يوم الجمعة المهم أن نخليه ظرف التكرار بعد الفاعل number seven سابعا what is a dolphin like كيف يبدو الدولفين ما هي صفة الدولفين فهنانا عرفنا في الدروس السابقة أن الدولفين intelligent ذكي أو social اجتماعي لأن الصفات متعلقة بالدولفين فأقول it is ليش it is لأن الدولفين مفرد غير عاقل أعوض عنه بالضمير it والit تأخذ is أقول it is زائد الصفة مثلا it is intelligent إنه ذكي number eight ثامنا make a sentence using my mom once a week اصنعني جملة باستخدام الفاعل my mom وعدد المرات once a week فهنانا مثلا نختار نشاط متعلق بهاي الجملة يقول لك my mom أمي مثلا شنو تسوي مرة بالاسبوع فأقول مثلا my mom clean the house once a week أمي تنظف البيت مرة في الأسبوع فأقول my mom cleans the house once a week أمي تنظف البيت مرة في الأسبوع number nine correct the sentence صحح الجملة التالية she play with her friends three times a week تلعب مع أصدقائها ثلاث مرات في الأسبوع شنو الخطأ اللي بالجملة ذكرنا في دروس سابقة إنه إذا كان الفاعل she أو he أو it الفعل اللي يكون بعده يحمل أس الشخص الثالث ما أقول play وأنه ما أقول plays إذا تذكرون قطعة مستر هادي مستر هادي opens the zoo السيد هادي يفتح حديقة الحيوانات مثلا آت 7 o'clock أو أقول مستر هادي gets up يصحى فنلاحظ أن الفعل open خليت له s opens وفعل get up خليت له s gets up ليش لأنه نعوض عنه بالضمير فالفعل اللي بعده يأخذ أس الشخص الثالث والشي كذلك الفعل اللي بعدها يأخذ أس الشخص الثالث لذلك لازم أقول plays تلعب مع أصدقائها ثلاث مرات في الأسبوع نمبر 10 عاشرة make a sentence using never اصنع جملة أو كون جملة مفيدة باستخدام ظرف التكرار never فهنا أنا كذلك never يكون موقعها بعد الفعل أكون جملة أختار نشاط معين مثلا أقول I never watch TV before school أنا أبدا لا أشاهد تلفاز بعد المدرسة نمبر 11 answer the question أجب على السؤال التالي how often do you help at home كم مرة أو كم بالعادة تساعد في البيت هنا الطالب مخير أني جاوب باستخدام ظروف التكرار أو باستخدام عدد المرات فمثلا أقول بما أنه سألني إلي I help at home أنا أساعد في البيت مثلا once a week مرة في الأسبوع فيكون الجواب هاي صيغة I help at home once a week نمبر 12 complete the sentence أكمل الجملة التالية a shark is very فراغ القرش هو جدا فراغ شن كلمة المناسبة للفراغ أريد الصفة صفة القرش نعرف أن القرش صفته dangerous خطير لذلك أقول dangerous هذا ما يخص هذا النشاط نشاط جدا مهم بالامتحان الشفوي وكذلك بالامتحان التحريري عرفنا شون يجينا بالامتحان يجينا أما بسؤال قواعد أو بسؤال مفردات يجيب لي أحد الجمل ويطين اختيارات واختار الإجابة الصحيحة أو كذلك الأستاذ يسنيها بالامتحان الشفوي اللي يسبق امتحان نصف السنة بعد امتحان الزغاء يسني أسئلة شفوية لازم أقدر أجاوب على هذه الأسئلة لذلك لازم أفهمها أدونها بالدفتر على مدى أقدر أراجعها قبل الامتحان ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين a listen and point استمع وأشر to the activities إلى هذه النشاطات وبعدها تمرين b قال لك listen again استمع مرة أخرى write the order of the activities one to fourteen استمع للمقطع الصوتي نفسي تلمقطع الصوتي استمع للمرة ثانية مرة أخرى again يقول لك حاول أن ترتب هذه النشاطات من واحد إلى أربعة عشر حسب المقطع الصوتي فمثلا بالمقطع الصوتي يقول I go swimming أنا أذهب للسباحة فلازم أشر عليها وأكتب رقمها مثلا واحد وبعدها يقول I clean my teeth ونظف أسناني بعدها أكتب عليها رقم اثنين فلازم أرتبهم بالترتيب الصحي حسب المقطع الصوتي وبعدها سمرين سي يقول لك check your answers with a partner تفحص أو تفقد أجوبتك مع زميلك لذلك رح نسمع المقطع الصوتي كل نشاط يقوله داخل المقطع الصوتي أأشر عليه وأرقمه بالترتيب اللي موجود بالمقطع الصوتي لذلك رح نسمع المقطع الصوتي ونحاول نرتب النشاطات حسب المقطع الصوتي track 61 activity book unit 4 lesson 4 listen and point to the activities hello my name is Mahmoud I'm going to tell you about myself I always clean my teeth after breakfast and before I go to bed I wake up at 6 o'clock on school days then I get dressed and have breakfast I go to school at 8 o'clock at school my favorite lesson is art after school I ride my bike in the park then I go home and do my homework after homework I often watch TV before I go to bed on Wednesday after school I go swimming at the sports club on Saturday I always help at home and then I often go shopping with my mother on Saturday afternoon I play football with my friends and then at home I play computer games in the summer holidays I like going fishing with my father so after the movie I always clean my teeth دائما أنظف أسناني بعد الإفطار بعدها يقول أصحى الساعة السادسة صباحا وبعدها ألبس ملابسي وأحظى بوجبة الإفطار وبعدها يقول أذهب للمدرسة الساعة الثامنة وكذلك يذكر أنه بالمدرسة درسي المفضل هو درس الفنية كذلك يذكر بعد المدرسة أركب دراجة الهوائية في المتنزه إلى آخره إذن هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة الاستماع يستمع التلميذ من خلال النشاطات ويأشر عليهم ويرتبهم بالترتيب الصحي حسب المقطع الصوتي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الأسئلة المهمة جدا بكتاب الطالب وعرفنا شون تجينا بالامتحان بالامتحان الشفوي وكذلك الامتحان التحريري بالأضافة إلى تمرين A و B و C عبارة عن نشاط صفي لتطوير مهارة الاستماع للتلاميذ يستمع من خلال التلميذ المقطع الصوتي ويرتب الصور حسب المقطع الصوتي هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو اضافة تحبوا أن تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة اشتركوا في القناة